الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتعالى عليه بهذه المطلب فيما بعد كما امتنى فرعون أم لا وما حكمة الامتنان بهذا التوقيت بالذات وهل خاف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من مواجهة فرعون وقومه وملائه وجنده ووزرائه ورجاله وأعيانه أم ماذا ولماذا طلب الاستعانة بأخيه سيدنا هارون مشاهدين الكرام مستمعين الأزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج أحسن القصص نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم نعلامة فضيلة الشيخ الحبر مصطفى العدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم صاحب الفضيلة الله يبارك فيك وعرك الله في فضلتكم وعصنا الله وعليكم وياكم بإذن الله سيدي في اللقاء المنصرم فضلتك توقفت عند كلمة يعني أعجبتني جدا نبدأ أن نقف عندها أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من انتصر بالسيف ولم يحمل سيفا هل هذا دخل في الملأ والقوم الذي يواجههم سيدنا موسى أم لا ولما كان الأمر مختلفا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك أن نبي الله موسى عليه السلام لم ينتصر على فرعون بسيف تمام بل أوحى الله إليه أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون نعم اخرج مع بني إسرائيل من مصر فإن فرعون سيطاردكم مع أن بني إسرائيل كانت أيضا كثرة لم يكونوا واحدا ولا اثنان بل ألاف تمام لكن لا قبل لهم بمواجهة عدوهم بهذه الطريقة ستستباع بيضتهم وتسبى نساؤهم ويقتل رجالهم فليس من الحكمة إذن أن يواجه هذا العدد القليل بهذه القلة الكثرة الكاثرة الكثرة الكاثرة ولذا ففي أشراط الساعة أن الدجال عليه السلام الدجال لما يقتله عيسى عليه السلام لما يقتله عيسى عليه السلام ويحكم عيسى الأرض زمنا وما هو جند مؤمنون تمام وما هو جند من أهل الإيمان نعم لكن يأتي وقت تخرج يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون تمام فيقول الله له يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم أي لا طاقة ولا قدرة لأحد على قتالهم نعم ما العمل يا رب فحرز عبادي إلى الطور جنب عبادي إلى طور سيناء نعم فليست الحكمة في كل وقت تقتضي المواجهة قد تقتضي الحكمة عدم المواجهة المواجهة وتأجيل المواجهة تمام ولذلك إذا استفزك شخصا يا دكتور محمد نعم كي يقودك إلى مناظرة وأنت لم تأخذ لها عدتها نعم ستفشل صحيح حتما هو يكون مرتب رتب أموره صح ورتب ضرباته التي سيجاء إليك نعم وأنت ما خطر على بالك أنك ستواجه سليم فيستدرجك يستفزك كي تخرج عليه وأنت غير مرتب فيحظ الشخص بما لا تحمد عواقبه سليم فلذلك المؤمن عليه أن يكون عاقلا دارسا موقفه دارسا قوته دارسا أيضا قوة خصومه أيضا ناظرا إلى إيمان من معه في الاختبار إيمان من معه مطلب يفترض أن من معه يكمه من الناس لكنهم ضعفوا الإيمان طالوت لما مر بالجنود قال لهم قبل يدي القتال بين يدي القتال إن الله مبتليكم بنهر سليم فمن شرب منه فليس مني في الاختبار ومن لم يطعمه فإنه مني فإذا أنت لم تكن ستصبر على جرعة ماء تستعذيبها كيف ستصبر على الخير العدو فاختبار من معي وإيمان من معي هل هم من الجند الثابتين أم أنهم من الذين يولون الأدبار مطلب أيضا تمام فنحن الآن في زمن إيمان الناس ضعيف أعتاد الناس ضعيف في كل الجوانب في ضعف تمام فإذا قدت حربا لابد أن أكون دارسا الحرب دراسة وفية قدراتي قدرات عدوي تحصناتي مدخراتي للقتال في قنواسة يا دكتور طبعا إذن ليس كما نسمع في هذه الأيام مسألة الجهاد له ضوابط الله فقه وله أصول إذن لا شك متى أجاهد ومن أجاهد وما أسليم الجهاد ما ترائقه قد أقول هذا المقام يستاذ الجهاد بالكلمة وأفضل الجهاد أفضل الجهاد كلمة تحقن عند سلطان جائر جائر قد يكون الجهاد هنا بالمال في هذا المقام بالمال قد يكون الجهاد في مقام آخر بالسيف تمام فالجهاد صوره تختلف فالحكيم الذي يوظف الصورة مع قدراته وطلقاته تمام هنا في هذا الموقف مع العصى واليد قال الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لنريك من آياتنا الكبرى ما هي الآيات الكبرى التي تحدثت عنها الآية الكريمة من الآيات الكبرى العصى كما سلف تمام واليد اليد والتسع آيات التي والتسع آيات نعم تمام هنا الملاحظ آيات جمع والكبرى مفرد يعني مش آياتنا الكبريات أو آياتنا الكثيرة أم العدد ليس عليه معاول هنا بقدر ما هي القيمة الكامنة في الكرمة والمعجزة الأيات تصبح بأنها كبرى كما وصفها ربنا تبارك وتعالى نعم هل الكبرى لأنها معجزة لأنها كرمة نعم أيات عظمة أيات عظمة نعم طيب هنا يعني الله سبحانه وتعالى طلب من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بذهاب إلى فرعون هل ذهب فرعون مباشرة أم طلب ولماذا طلب مددا بأخيه هارون هو سأل الله عز وجل أن يعينه بأخيه هارون وأن يجعله نبيا وزيرا يعينه قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري نعم كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير وفي الآية الأخرى هارون أخي في الآية الأخرى هو أفصح مني لسانا نعم فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فطلب جليسا صالحا ووزيرا صادقا لعانته تمام هنا موقف يعني يذكرنا بموقف حدث لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في البداية وما تلك بيمينك يا موسى قال كلام كثيرا آيات الكريمات هنا لما طلب الله سبحانه وتعالى منه الذهب إلى فرعون قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمر واحد العقدة من لساني هذا الدعاء ما الذي نتعلمه من هذه الآيات نتعلم دروسا عظيمة رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي هذه مستلزمات الجهاد وعدد الجهاد التي واجه بها موسى عليه السلام نعم فرعون فإن الصدر قد يضيق ويحصل انفعال فإذا حصل الانفعال فشلت في مناظراتي تمام صحيح ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أن موسى عليه السلام أمامه أخطاء كثيرة يراه من فرعون أمامه جرائم كبرى يراه من فرعون فيخشى على صدره أن يضيق أن يضيق مما يفعلوه ومما رآه ومما رآه ومما سيراه لا إله إلا الله مما رآه ومما سيراه قال خشي على نفسه أن يضيق صدره نعم وأنت أحيانا أنت أسع صدرك للمناقش صحيح وأن يضيق صدرك نعم إذا وجدت مناقشا مبطلا ممكن يرزقك الله صبرا وتأنيا نعم وحسن سجية وملكة طيبة تواجبها الخصن صحيح ومن الممكن أن تنفعل نعم لأن ترى أمامك كتلة من الجهل أمامك وكتلة من الغباء وما أكثرهم أحيانا تتنفعل تخرج عن شعورك صحيح ولكن موسى عليه السلام سأل ربه رب شرح لصدري واسع صدري يا رب اجعله فسيحا رحيبا كي يدفع الشبهات التي ستلقى عليه رب شرح لصدري ولأنه لن يسر الأمر إلا إذا يسره الله تمام موسى سيواجه صعابا كيف سيلتقي بفرعون أم خف سيدنا موسى لأنه قتل منهم نفسا وارد أيضا أيضا ولهم علي زنب فخف يقتلون الله أكبر وارده تمام هنا قال الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى هنا يعني تكليف بالذهب إلى سفاح وسفاك للدماء يعني باعتقاد فضلتك كيف يواجه من يحظو حذو الأنبياء الآن الجبابرة والطغى في الحقيقة أن موسى عليه السلام أبدأ تخوفا لما قال ربنا هو أخوه هارون عليهما السلام إننا نخاف أن يفرط علينا يعني يبادرنا بالعقوبة لا يستمع منا أول ما يشفنا هذا الهارب أول ما يرانا خلاص اذبح ولا يسمح لنفسي بالاستماع إلينا خصوصا سبقت أعمال فرعون نعم تؤكد هذا نعم ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطر يعاجلنا بالعقوبة ولا يتأنى تمام فأمر بالزبح نعم أو أن يتجاوز الحد في تعذيبنا نعم قال لا تخاف فإنني معكم أسمع وأرى وأرى فالأنبياء ييدوا في هذا الباب تأييدا عظيما تأييدا عظيما ومن صور هذا تأييد عند لقاء الجبابرة نعم فلقاء الجبابرة مزعج يعني إذا استدعاك ضابط مباحث أمن دولة أو ضابط مخابرات لمكتبه تقول يا رب سلم صحيح يا رب سلم صحيح صحيح صدقت يقول لناس يعني واحد يعني يحملك هذا على أن تستعين بالله نعم صحيح تستعين بالله صحيح فإذا كان إبراهيم استدعي أيضا من قبل شخص يقول أنا أوحي وأميت أن نمروض يقول أنا أوحي وأميت نعم فبلا شك أن إبراهيم عليه السلام معفقات من القوة ربي الذي يحي أميت لسأنت تمام فيقول يستمر إبراهيم في مجادة في في هذه المحجة بالحسنة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فموسى على هذا المنوال والأنبياء كلهم عليه مصراته السلام نعم يحسنون الاستعانة بالله ويحسنون التوكل على الله ونعم بالله ذاب إلى شخص يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إليه غيري نعم إذا ذكرته بالله سيسبحك تمام هذا مكمن سؤالي الثاني شخص يقول ما تفضلت به الآن وصورته أيها القرآن الكريم ووزير سوء وجيش يأتمر بما يقول الفرعون وقوم وملأ فسدها وفسدين وفيهم 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 هل من الممكن أن يؤمن أحد هؤلاء الناس كان فيه مؤمن أقربهم زوجة فرعون ليست كذلك بلى وفي المعرع كما يقولون بلى ورجل آخر مؤمن من آله فرعون يكتبوا إيمانه تمام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يتمرون بك ليقتلوك يعني فيهم أيضا لا نيس أبدا من رحمة الله فيهم سبحانه الله لا نيس أبدا من رحمة الله هل يعني تطمين الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى إنني معكم أسمع وأرى ينسحب على من يحذو حذو الأنبياء بلا شك من الدعاء والعلماء لا لننصر رسولنا نعم وَالَّذِينَ أَمَنُوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَا يَقُومُوا وَيَسْتَرْ لِأَمْرِي وَاللَّهُ سبحانه وتعالى يقول لرسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك هل رابط بين هذا وذاك مسألة شرح الصدر من الله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدعو هذه الدعوة أولا لأنه شرح صدره في الصغر تمام شرح صدره عليه الصلاة والسلام مرتين عليه الصلاة والسلام كان عند مرضية حليمة السعودية فجاءه جبريل وأخذه من بين الصبيان وشق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج القلب وغسله وملأه حكمة وإيمانا وضمه ولأمة قد يقول قائل من أهل الإلحاد كيف يحدث هذا جوابنا على هذا على تحول العاصة إلى حية لموسى عليه السلام على خروج يد موسى بيضاء من غير سوء على إيلانة الحديد لداود على تسخير الطي الجبال والريح لسليمان عليه السلام الريح لسليمان على إحياء عيسى الموتى جوابنا واحد الله على كل شيء قدير ونعم الله الله فعال لما يريد نعم فمن ثم ما دمنا أقررنا أن الله على كل شيء قدير وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله من عند الله فلا نكذب أي شيء ينقل لنا بخبر صدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شرح صدره مرة في صغره شرح صدره بين يدي رحلة الإسرائي والمعراج نعم دونما أن يطلب لم يرد أنه طلب الآن ذاك لكن بعد ذلك كان يطلب أن يشرح الله صدره لا شك هل لهذا دلالة معينة نفهمها أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتيها من قبل رب العالمين دون أن يسأله إكرام يكرم الله الأنبياء بما يشاء نعم سبحانه وسعى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورة نعم الله يصطفي من الملائكة رسوله من الناس نعم بارك الله فيك سيدنا موسى هنا حال طلب الله سبحانه وتعالى منه الذهاب إلى فرعون طلب سأل الله سبحانه وتعالى مجموعة من المسائل الكثيرة ما هي هذه المسائل وإذا وقفنا عند وحدة منها واحد العقدة من لسان يفقه قول واحد العقدة من لسان يفقه قولي الذي عليه جمهور العلماء نعم لأنني سأذكر قولا آخر تقلده بعض المعاصرين فضل الذي عليه جمهور العلماء أن موسى عليه السلام في صغره وقد أجلزه فرعون مجلسا معه فجذب لحية فرعون إلى الأرض كما يقول ابن عباس وغيره وهو طفل وهو طفل تمام وهو طفل الرضيع نعم رضيع فقال له جلساء نظن أن زوال مملكتك سيكون على ده هذا الشخص تمام فهم بقتله فرجع تدخلت زوجته قالت كيف تقتل طفلا على ما يقوله ابن عباس لا يعرف التمر من الجمر نعم فأتوه بتمر وجمر فذهبت يده بإذن الله إلى الجمر الجمر فلسعته الجمر لسعته الجمر تمام كذا قال الجمهور ومن الناس من يقول إن العقدة عقدة الحياء عقدة الحياء لأنه كان أكرم في بيت فرعون وقتل منهم نفسا فكيف سيرجع وقد ربوه في بيتهم صغيرة صغيرة وأيضا قتل منهم نفسا نفسا وبهذا قال له فرعون سليم قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين كافرين بنعمنا نعم بعد ذلك جئت تقول أنا رسول فكان هذا منطلق فرعون في محججة سيدنا موسى سيدنا موسى عليه السلام فأجاب أبو خيري جواب عليه الصلاة والسلام هل وارد أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لأنه مكث عشر سنين في مدين ربما يكون تغير لسانه بلغة أهل مدين أنا ذاك كما يحدث هذا القول قول بعيد بعيد نعم لأنه قال أخي هارون أفصح مني لسانا أي لا شك هل زالت العقدة من لسان سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال واحدة العقدة من لسانه زالت العقدة زالت العقدة فيما يخص على ما قاله فريق من المفسرين فيما يخص تبليغ الشريعة تمام فيما يخص تبليغ أمر الله زالت العقدة فيه تمام أما في سئر كلام الناس قال بعض العلماء ما زالت موجودة في كلام موسى عليه السلام واستدل بعضهم بقول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني يعني ما هو مش عارف يتكلم كلامه يعني سليم نعم كان لسانه فيه لثغة لا يتغل سبب الجامرة هكذا قال جمهور المفسرين لماذا لم يسأل سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم أن يزيل الله سبحانه وتعالى الأخذة عن لسانه كاملة الشخص قد يغفل عن شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا الشيء أو يريد أمر آخر أذكر بأن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليل على مئة امرأة في رواية على تسعين امرأة تمام تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله قيل له قل إن شاء الله فلم يقل ولم يقل رفضا لأمر الله نعم نسيان نعم هذا ظن نعم فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان لا إله إلا الله نصف إنسان لأنه لم يستثن ويقول إن شاء الله شق إنسان كما قال الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم نعم ده بعضهم يكذبوا هذا الحديث صاحب الفضيل يقول كيف يأتي على تسعين امرأة في ليلة واحدة كم من الليل طلو قد إيه يعني مثلا يعني أعفوا نعم نحن نقول إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ثابت فنقول الله على كل شيء قدير نعم والرسل آتاهم الله قوة لم يؤتى غيرهم سليم قال أنس في شأن رسولنا صلى الله كنا نتحدث أنه أتي قوة ثلاثين الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هل يعني سؤال افتراضي هل لو سأل سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الله أكثر من هذا يعطى يعني عمم السؤال نعم هل كل دعوات الأنبياء تستجاب أم لا رائع هل كل دعوات الصالحين تستجاب أم لا تمام وقد لأن إبراهيم عليه السلام الذي هو خليل الرحمن سأل مسائل استجيب له بعضها ولم تستجب له البعض الآخر تمام قال الخليل إبراهيم عليه السلام قال الخليل إبراهيم لما قال الله له إني جعلك للناس إماما قال له من ذريتي اجعل ذريتي أئمة يا رب سليم قال لا ينال عهد الظالمين الله ليس لظالمين عندي عهد أن يكون إماما الله وأيضا لما أراد إبراهيم أن يقتصر الرزق على المؤمنين إذ قال وارزق أهله من الثمرات أهل الحرم تمام من آمن منهم بالله واليوم الآخر لم يوافق على هذا الحصر الله أكبر بل قال الله له ومن كفر أي سأرزقه أيضا فأمتعه قليلا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار ومصير ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث ومنعني واحدة سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها نعم تمام يعني وعلى هذا المنوال كل الأنبياء وكل الصالحين أيضا الإنسان يعني ذكرنا الخليل سبحان الله وخاتم الأنبياء والكليل صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هل يصيب الأنبياء والرسل ما يصيب الإنسان العادي من أين نحن من الأمراض والأسقام بلا شك بل هم أكثر قال ابن مسعود يا رسول الله نعم إني أراك توعك كما يوعك رجلان يعني ما لي أراك توعك يشتد فيك المرض شديد شديد قال أجل إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء يضاعف لنا البلاء البلاء ذلك بأن لك أجران يا رسول بأن لك أجران يا رسول الله قال نعم عليه الصلاة والسلام يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء البلاء نعم يعني في نهاية الحلقة نأخذ ملخصا ودروسا مستفادة مما تفضلتم به في ثلائعها أقول مستعينا بالله عز وجل وكلامك الأخير ذكرني بشيء نعم برحب أن أهل البلاء عليهم أن يأتسوا برسل الله الكرام فيصبروا كما صبر أولي العزم من الرسل يجتهدوا في ذلك ويعلموا أن الله على كل شيء قدير ولا نيأس أبدا من رحمة الله فقد نصر الله موسى عليه السلام وسلمه ولم يكن معه كبير جند ونصر الله الخليل عليه السلام ونجاه من النار فعلينا بحسن الاستعانة بالله وحسن التوكل على الله وأن نسأل الله أن يسرح لنا صدورنا آمين وأن يسهل لنا أمورنا آمين رب شرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين علينا بيزيد دعوات المباركات الواردات عن رسول الله الكرام بارك الله فيكم وحافظكم وفيك بارك سيدي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله وفيك بارك سيدي مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج أحسن القصص أشكر حضرتكم وباسمكم جمال أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلة الشيخ الحبر المصطفى العدوي شكرا لفضلتك سيدي على هذا الوقت بارك الله فيك وفيك بارك سيدي وحتى يضمان الإقوان الجديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيكم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين